فشل مجلس الأمن مرة أخرى بإصدار بيان لوقف العدوان الصهيوني على الفلسطينيين بعد رفض أمريكي مصر وبشدة على عدم تمريره ليست هي المرة الأولى بل الثالثة هذا الأسبوع في بيان لم يخرج عن جماله الاستنكارية في سلوك أمريكي بات هذه الأيام أكثر حرصا على عدم تدوير القضية الفلسطينية لطبقات الأبيب تمتلك كافة أدوات الضغط من ترسانة حرب وعمليات ابتزاز مادية تمارسها على الفلسطينيين تجنبها من الاضطرار لتقديم أي تنازلات في الداخل الأمريكي لا يبدو موقف الرئيس جو بايدن يختلف عن موقف حلفائه لهش دوليا حيث تأكد مجلة بوليتيكو أنه مع العلم في المتصاعد لم يتردد حزب الرئيس من إبداء موقف متشدد ضد العدوان السهيوني ضد الفلسطينيين وباتت التساؤلات أكثر حدة عن السبب وراء عدم اتخاذ ضغوط على تل أبيب والتي أخرجت الأوضاع عن السيطرة في ظل القصف على غزة والتهجير في الشيخ جراح تعاطف يكشف السياسة الشائكة التي انتهجتها إدارة بايدن التي لم يضغط وزير خارجيتها على حكومة نتنياهو كما يجاهر المسؤولون الإسرائيليون لإيقاف عملياتهم العسكرية ضد غزة واكتفى بالقول إن واشنطن لا ترغب في حرب شاملة على غزة من جانب تل أبيب يبدو أنها ستستجيب عاجلاً أم آجلاً للاتصالات الدولية من أجل إنهاء هذه الجولة من العمليات العسكرية في غزة بعدما استفادت حكومة نتنياهو منها للهروب إلى الأمام من مشكلاتها الداخلية وهي حيثية يقول موقع أكسيسوس إن إدارة بايدن تحثهم بشكل متزايد عليها لا سيما مع عدم نية نتنياهو التقدم باتجاه عمل بري وأن الحملة الجوية في قصف غزة حققت معظم أهدافها بالفعل في قتل الأطفال الفلسطينيين